تحدث النجم الفرنسي كيليان امبابي عن مستقبله مع نديه باريس سانيرمان ومدى رضاه عن الفترة الحالية في الدوري الفرنسي بعد تتويجه مساء الاحد لجائزة افضل لاعب في البطولة للموسم الحالي حيث تسلم كيليان امبابي جائزة افضل لاعب في الدوري الفرنسي من قبل اتحاد اللاعبين المحترفين والتي شهدت ايضا حصول كريم بن زيمة على جائزة الافضل خارج فرنسا وقال كيليان امبابي في تصريحات ابرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية انه لمن دواعي سروري ولكن قبل ان ابدأ اريد ان اوجه خالص تقديري الى سيرجيو ريكو انا وكل لعبين النادي وايضا للمدير الرياضي الذي عاش اسبوعا صعبا واضاف انا اريد ان اشكر جميع اللاعبين انه فخر كبير لنا واريد ان اشكر الجميع واشكر اليوميسي والطاقم والادارة والاشخاص الذين يعملون في الظل انا انسان طموح ولكن لم اعتقد انني ساصل لهذا الرقم بهذه السرعة وتابع فريق لانس قام بموسم جيد ولكن نحن باريس سانيرمان حتى ولو شعر البعض بانه ليس موسمنا ولكننا دائما متواجدون وعن مستقبله مع باريس سانيرمان قال كيليان امبابي انه امر جيد انا سعيد جدا باختياري ويتبقى في عقدي السنة القادمة وساكون متواجد هنا واضاف لدي عقد هنا وانا سعيد جدا ساكون هنا العام القادم واتمنى ان نقوم بموسم عظيم وتابع الكل مستعد للاحتفال ورفع هذا اللقب مع جماهيرنا لن نقلل من هذا اللقب نحن فخورون به وانا من الذين مكنوا باريس سانيرمان من ان يصبح الفريق الاكثر تتويجا بالدوري الفرنسي حيث حضر كيليان امبابي حفل توزيع جوائز الافضل التي ينظمها اتحاد اللاعبين المحترفين بينما غاب ليون الميسي بسبب حضوره حفلا غنائيا في مدينة برشلونة الاسبانية وقد اعلن الحساب الرسمي لاتحاد اللاعبين المحترفين عبر موقع تويتر فوز كيليان امبابي بجائزة افضل لاعب في فرنسا لموسم 2023 حيث تعتبر جائزة كيليان امبابي هي الرابعة على التوالي التي يحصدها النجم الشب ليواصل سيطرته على بطولة الدوري الفرنسي وسلم ديديه ديشام المدير الفني لمنتخب فرنسا الجائزة للاعبه كيليان امبابي وسط تصفيق كبير من قبل الحضور اشتركوا في القناة